يبدأ غدا شهر رمضان في عدد كبير من الدول والمناطق العربية والاسلامية منها ما يعاني من مظاهر عنف وصراع مثل غزة والعراق الامر الذي ينعكس على اشكال استقبال الشهر المبارك والاحتفال به لكن اللفت ان المسلمين في هذه الاماكن يصرون على ممارسة عاداتهم وتقوصهم الرمضانية وان تأثرت باوضاعهم بعض الشيء هذه هي الايام التي ينتظرها المسلمون كل عام شهر رمضان شهر العبادات والتقرب الى الله لكنه كذلك عند البعض شهر التسوق والطعام هكذا بدت الصورة في بغداد بعد رؤية الهلال تغلب العراقيون على قلقهم بعد التفجيرات الاخيرة وتوجهوا باعداد كبيرة الى الاسواق الحافلة بالسلع الرمضانية الموسمية الاقبال كل زيان على شراء المواد الغذائية والمواد العطاريات والمواد الداخلة في المنزل والسوق كلش قوي ولكن بارحة بسبب الانفجارات والصوات القريبة عليها عالم نوعا ما صار نوعا من الكماش لكن سحابة من الحزن ما زالت تضلل ساحات البيع والشراء في بغداد برغم التكالب على ملذ وطاب من الاطعمة رمضانية الشهية يعني انت تلاحظ البارحة كانت الاربعاء الدامي وتلاحظ اليوم العراقين دايس سوقون ولا كأنه لان العراقين بعد بتنطل عليهم اي مسألة ولا يمنعهم تفجير مفاخقة ولا يمنعهم ايش المشهد في غزة لا يختلف كثيرا غزة التي سحقت الى الحرب الاسرائيلية بنيتها التحتية خلال الشتاء الماضي ها هي اليوم تزدان بالزينة والفوانيس والبضائع الرمضانية لكن رمضان غزة هذا العام يختلف بلا شك عن الاعوام السابقة السنة رمضان يعني شايفين من زيك زي باقي الاسنين عشان الحصار الموجود على غزة الناس يعني معظمها بتيجي على السوق يعني يفرج ما فيش ناس بتشتري زي كل سنة يعني ما فيش فرحة ما فيش انبساط داخل موسم مدارس ما فيش ناس معاها تكسل عمال عمال جاعدة بيجالها اكثر من عشر اثنين خرجين جاعدين يعني البطالة صارت يعني نسبتها كبيرة في غزة فالفرحة بتجل يعني كل ما زادت البطالة وزاد خط الفقر فبتجل الفرحة عند الناس وكلما زادت البطالة وزاد الفقر زاد معهما عدد الانفاق التي تنشط هذه الايام لتهريب البضائع الرمضانية كما يقول هذا الشاب الملثم لانه جرب رمضان والمعابر مسكرة من جلت المواد الغدائية في غزة والمعابر مسكرة يعني ضررنا نسحب بضعما نهان من الخط رمضان في بؤر الصراع وساحة العنف يقاوم شعورا عميقا باليأس والقلق لكنه يبقى عند الكثيرين املا في النجاة من معاناتهم المزمنة محمد سعيد محفوظ بي بي سي في غزة والدفة الغربية جاء الاعلان عن بدء شهر رمضان غدا بمذاق خاص حيث اعلن عنه في كل من غزة والدفة بفارق دقائق بين الطرفين في توحيد للموقف بين الدفة والقطاع رغم الانقسام السياسي بينهما فتحت المحاكم الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة ابوابها مع حلول ساعات المساء على غير عادتها وذلك لتلقي المعلومات عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك فالشاهد الذي يريد ان يقسم بانه رآه يجب ان يكون مشهودا له بحسن السيرة والسلوك كي تقبل افادته فعليها يترتب صيام الفلسطينيين وتحديد اول ايام الشهر الكريم لهذا العام يعني لو ان رجلا انسان عالي من الناس وقال اشهد انني رأيت الهلال بناخذ بشهادته بانه اخبر بشيء يعود على المسلمين بالخير بخلاف ما لو قال رأيت هلال شوال لا بد ان يكون انسانا مسلما عدلا كفأا اهلا للرؤية والشهاد بعض الاهالي كانوا يقضون ليلهم على اسطح المباني لترقب الهلال فالمسلمون يصومون تبعا لقول الرسول محمد عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ومن هنا وجبت رؤية الهلال للصوم وليس فقط التثبت من وجوده فلكيا يعني الان رمضان يثبت بشاهد واحد تخفيفا على الناس في عباداتهم ويثبت الشهر الشوال الذي يليه بشاهدين فبالتالي اذا كان عدلا لم يطعن في شهادته لم يحد لم يعرف بين الناس باخلاقه السيء فبالتالي تقبلوا هذه الشهادة لا غزة ولا رمضة طول الهلال وانما هم تبعا لغيرهم في رؤية الهلال فلو اختلفوا لكانت كارثة يسجلها التاريخ عليهم باللعنات مخاوف الفلسطينيين كانت من ان يلقي الانقسام السياسي بين غزة ورامالله بظلاله على شهر رمضان وان يقود تحر الهلال هنا وهناك الى ان يصوم نصف الفلسطينيين قبل نصفهم الاخر لكن توافقا برز بين علماء الدين وحد يوم صيامهم في اخر المطاف ليكون يوم السبت هو اول ايام رمضان في الضفة والقطاع وجمع غفير من العلماء والوجهاء والتجار ورجال الاصلاح فانه لم تثبت رؤية هلال رمضان هذه الليلة لم يثبت لدينا رؤية هلال شهر رمضان المبارك في هذه الليلة اذا فقد اتفق الفلسطينيون على اول ايام شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات اتفاق جعل الاهالي يأملون بان تعاد مثل هذه الايام وقد التم شملهم وانتهى انقسامهم وتوحدت كلمتهم ومواقفهم كل عام وانتم بخير شهد الكاشف بي بي سي قطاع غزة